تواصل وزارة الخارجية متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة في بنغازي أوضحت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات لتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وتبرق أم الرزم ومرتوبة وشيحة وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة كما تعمل القنصلية المصرية على تنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في هذه المراكز كما تنصق في بنغازي مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد وإصدار وثائق صفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد